بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه وسلم تسليما كثيرا وبعدا يا دكتور محمد نحن حينما نصلي على رسول الله فنحن نشرف بذلك ونسعد نسعد ونشرف ونهنئ أنفسنا ونشرف أنفسنا حينما نصلي ونسلم على النبي المختار عليه الصلاة والسلام وكيف لا نسعد والسعادة لن يكون لها باب إلا من خلال هذا الحب الصادق للنبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى الزكي الزاكي الطاهر المطهر الشريف المشرف الصفي المصفى النور الأنور السعيد المسعد النقي الأنقى التقيل أتقى نبينا محمد سيد ولد آدم ولا فخرة أكرمه الله سبحانه وتعالى وصفاه واجتباه هذا النبي الكريم حينما نصلي عليه فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لنا الخير كله ولذلك يا دكتور محمد نقول مثلا نداءات القرآنية في القرآن الكريم هناك نداءات للناس وهناك نداءات للمؤمنين جميل حينما ننظر إلى نداء الله تعالى لعباده المؤمنين يا أيها الذين آمنوا نرى أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه النداءات بالأمر يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا سواء كان أمرا أو نهيا تمام إلا نداءا واحدا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا النداء لم يبتدأ بالنداء وإنما ابتدأه الله تعالى بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه الصلاة والسلام يا أيها المؤمنون اعلموا أن الخالق العظيم سبحانه وتعالى بنفسه وبذاته بجلاله بكماله يصلي على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ثم إن الله عز وجل ثنى بالملائكة فالله تعالى يصلي على رسوله والملائكة الكرام يصلون على عبده ورسوله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك أنتم أيها المؤمنون واجب عليكم أن تشاركوا الله سبحانه وتعالى وأن تشاركوا ملائكته الكرام في الصلاة والتسليم عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لكي يكتمل في الكون كله العلوي والسفلي هذه المنظومة للصلاة والتسليم عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يكرمك يا دكتور صامي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم عليه أفضل الصلاة والسلام